السلام عليكم أعزائي متابعي قناة أفكار إسلامية كما هو واضح في العنوان فإن هناك معصية عظيمة يفعلها كثير من المسلمين للأسف الشديد وهي معصية خطيرة جدا رغم أنها قد تبدو للبعض معصية بسيطة وصغيرة وهينة وهذه المعصية أيها الكرام عظيمة جدا لأنه إذا قام بها العبد كتب عند الله تعالى ما لم يتب أو يستغفر من ذنبه هذا من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها لكن قبل البدء في عرض أوجه هذه القضية المهمة لكل مسلم ومسلمة رجاء لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم فيديوهاتنا الجديدة كما نرجو منكم الضغط على زر لايك لنعرف عدد المهتمين بهذا المقطع أهلا بكم من جديد أيها الأحبة ورد في الأثر أن مرأة من بني إسرائيل أتت إلى موسى عليه السلام تائبة وقالت له يا موسى أنا قد زنيت وقد حملت من الزنا وحينما أنجبت ذلك الطفل قتلته فقال لها موسى عليه السلام ما هذا العمل العظيم الذي فعلت خرجي من هنا قبل أن ينزل الله علينا نارا من السماء بسبب ما فعلت وذهبت المرأة ثم أرسل الله عز وجل ملكا من السماء إلى موسى عليه السلام يقول له ماذا فعلت بالمرأة التائبة أما وجدت أفجر منها فقال موسى ومن أفجر منها فقال تارك الصلاة عامدا متعمدا عمله أعظم مما عملت هذه المرأة المسكينة التائبة إلى الله فوالله يا أيها الإخوة الكرام إني لما سمعت هذه القصة المعبرة شعر جسدي كله وفكرت كثيرا في حالنا وحال شبابنا للأسف الشديد فكثير منهم تجده لم يرقع لله رقعة واحدة في حياته وبعضهم يصلون فردين أو ثلاث وبعضهم يصلي ويقطع الصلاة بدون أي عذر شرعي كأن الدين لعبة بإنعيديهم فنسألك يا الله أن تتجاوز عليهم وعلينا وتسرنا يا رب العالمين وتثبتنا على طاعتك آمين وبعد هذا قد يقول قائل ما هي الأدلة الشرعية الإسلامية التي تبين خطورة هذا الفعل العظيم فمن هذه الأدلة الشرعية نذكر أيها الإخوة على سبيل المثال ما ورد في القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى في صورة مريم وتحديدا في الآية التاسعة والخمسين منها ويقول الصحابي الجليل ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة ليس معنى أضاع الصلاة تركوها بالكلية ولكن كانوا يجمعونها فيؤخرون صلاة الظهر إلى صلاة العصر ويؤخرون صلاة المغرب إلى صلاة العشاء والغي معناه واد في جهنم تستعيد منه النار لشدة حره وكذلك جاء عن جماعة من السلف صالح في تفسير قول الله تعالى من صورة الماعون حيث يقول الله تعالى إن معنى هذه الآية الكريمة يدخل فيه الذين يتهاونون فيها ويؤخرونها عن وقتها فإن كان الأمر كذلك فعلى فاعل هذه المعصية بالتوبة إلى الله تعالى وعدم التهاون فيها فهي فريضة وجب على كل مسلم تأديتها في وقتها أما الأذلة من السنة النبوية الشريفة فهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر رواه الإمام التلمذي وقد روي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركن صلاة متعمدا فإنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه ذمة الله وهذا الحديث حديث قد رواه الإمام الطبراني وحسنه الإمام الألباني فتخيلوا يا أيها الإخوة الكرام أن ذمة الله تبرأ من تارك الصلاة بشكل متعمد وهذا يعني أنه لا رعاية ولا حماية ولا حراسة تشمله من الله عز وجل فيغذو ذلك الشخص مكشوف الظهر للمصائب والأزمات وتغذو حياته حياة ضنكة صعبة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث الإسراء والمعراج وهو حديث طويل جدا لكن ما يهمنا منه هو ما ثبت في الصحيح من حديث صمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورأيت ليلة أسري بي أناسا من أمتي تردخ رؤوسهم بالحجارة أي تكسر بها كلما رضخت عادت فقلت من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين كانت رؤوسهم تتكاسل عن الصلاة والحديث متفق عليه من طرف الشيخين مسلم والبخاري وبعد كل هذه الأذلة الشرعية التي قدمناها آنفا نتسأل هل يصر أحد بعد ذلك على جمع الصلاوات أو على تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي وتذكر أخي المسلم أخت المسلمة أن الصلاة هي عماد الدين وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة فإذا صرحت صرح العمل كله أما إذا فسدت فسيفسد العمل كله ولن تدخل الجنة إلا إذا غفر الله لك هذه المعصية وتذكر أن من السنة قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أخرجه الإمام البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترميدي والنسائي فهذا الحديث يبين عظمة الصلاة وخاصة في الجماعة كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ترك الصلاة لذلك الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد كما هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود فدل على وجوب الصلاة وخاصة في جماعة فعليكم أيها الإخوة أن تتقوا الله تعالى وتتوبوا من تأخير الصلاة أو جمعها والله أعلم وختاما لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء كما لا تبخلوا علينا بلايك لتحفيزنا كما أننا سنكون سعداء جدا بزيارتكم لموقعنا وتصفح مقالاتنا ومتابعتنا في صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام وتويتر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله هل أعجبك الفيديو؟ حسنا يمكنك البحث عن حلقة أخرى اشترك في قناتنا واكتب تعليقك وضغط زر الإعجاب على فيديوهاتنا لتشجيعنا على تقديم الأفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر